رجال من الملمون رجال رجال من الملمون إن رحاجة إلى قدر تصغى وقلب يبصر أو قطعنا نفاوسا من لحيم ومشينا بأرجل الحافيات وقال إن أبصر مدينة رجلي يسعى قال يا قوم امتبع المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدروا وهكي مهددون مثل هذه العاليات تتنشانها نتربع الهمم وكثير من الديمان وتكون الهمم بين صفر المؤمنين جميعا إن المؤمنين إذا لم تكن لهم مثل هذه النباءات وهذه الأيام الدعوية والتربوية لا شكا نحسر عندهم طعف وما تنزلت أمه إلا السبب تفررهم ولهم مواصفات فقد وصف الله هؤلاء الرجال فقال رجال لا تهيب تجارة ولا بيع عملك الله وإقاب الصلاة وإيجاة الجبال يخافون يوم تتقلب فيه الثلوب والأرصال الإيمان يبني الرجال وبنام الرجال فبلا أهم شيء في الحياة يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين من يبني القرى وبين من يبني رجال إن غاية الإيمان أن يبني الرجال ما السبب يا ربنا؟ قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبطي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا بآت الرحمن عبدا فالله كلا وعلا يذكر في كتابه أنه لو أدن للسماوات لنقضت على العاصر ولو أدن للجبال لأطبقت على العاصر ولو أدن للأرض ابتل عنه ولنقصفت به فالله جل وعلا لو أدن لهذا الكون بكله لأطبق على الذين يعصون ربهم ويجايد الهودة للمعاصر وقد جاء الدولة الإيرانية تتوسع تميط رسانة أسلحة ومنظومة وموليشيا يعني تخبرها للمنطقة بشكل يعني لكاد يتمدد كل يوم هناك الهيار للبادي والأخلاق لدى اليوم في ممارسات اليومية والقتالية وفضل هذا الأمر في قتالة إلى جانب الأمليكيين في رداع ونصفت النفسة وفيلة في ما يسمى في حربة الإرهاب ليس في المتاب حربة الإرهاب حربة الإرهاب حربة الإرهاب يسمى همال الدولة لكن الأمليكيين عرفوا لأنه تصنفوا المسلمين كما معرف في سنة 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 سنة